سيدة الفاغلة سرز عطراني سيدة الفاغلة سرز عطراني سيدة الفاغلة سرز عطراني 3.325 مسكن وما جاهزين ولكن القائمات امتاحهم في المرحلة الأخيرة وان شاء الله في الأيامات المقبلة نقوموا بالتوزيع معنى تعالى مراحل وفمت لك 3.246 مسكن بسدد الإنجاز بعد ما يتم التوزيع ما كل ما نتلقه في القسط الثاني اللي متكون من 5.000 مسكن بقيمة 450 مليون دينار وان شاء الله في القسط الثاني وان شاء الله في القسط الثاني نقوموا مع التعافير القسرين وفي كل مليئة الجمهورية بإنجاز مساكن أخرى وان شاء الله يأخذ القسط الثاني اللي توزعوا بالنسبة للقسط الثاني اللي تم التوزيع المتاحهم هو 130 مسكن 106 بالنسبة 106 بالنسبة المعطن دي تسبيتلا و24 بالنسبة البالا وفم مقاسم اجتماعية في الظهور 516 المقسم اللي هما طور اعداد القائمات النهائية وان شاء الله زادت الكيف تم التوزيع المتاحهم يخص ولاية القسرين في معتم دي تسبيتلا تم التوزيع هنا تشوفوا فينا في 2023 يعني من ولاية الولاية يعني التوزيع تم بسيفة معنتها سريعة واشنوها راو تثبت كما قلت لكم معنتها البرنامج هدية راو مجدول معنتها للفئة الضعيفة الفئة محدودة الدخل كيف تثبت جيدا في القائمات وما تمشي كان المصحقين متاحة يعني ما فماش واحد يتمتع بالبرنامج هده هو ما يكونش مصحق ذاك عليش هنو اخذيت شوية وقت ولكن احنا كما شفتو في 2023 يعني قادينا ونسق معنتها سريع في الانجاز وان شاء الله كما قلت لكم نكمل نوزعوا للمساكن الانجازة الكل وننتلقوه في البرنامج مع القسط الثاني البرنامج حصوصي بسا كان اجتماعي عانا في اريانا عانا في تونس وعانا في منوبة وعانا في بن عروس يعني كلهم فيهم برامج معناتها ثم معناها بالالاف بسيتم ان شاء الله توزيحهم في الفترة القادمة هذه العنصة الأول هو بتاع البرنامج الخصوصي للساكن الاجتماعي وإزالة المساكن البيدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها وتوسعاتها البرنامج هذي يهم 10189 منتفع تم الانتلاق في إنجاج مزاج 15530 مسكن 726 منها جازة بالنسبة للقسرين فم البرنامج على جزئين وهم 1732 منتفع يعني موجود في بولاية القسرين ومعناها مستعدين معناتها معناتها وإنه يتتوفر المشكلة لأن المنتفع يكون عنده الأرض هذي كبش ينجم يعني ينوسعوا هالو على عين مكان يعني ينعوضوا هالو على عين مكان ولا يتعوض فيه في مكان آخر يعني البرنامج موجود وعندها المستوى الولاية فما اتفاقيات مبينة في الملاية وزارة الدوليسكات يعني معناتها اللي يتمتع معناتها اللي يتمتع معناتها اللي عنده الحق الكل يتمتع بالبرنامج جديد فما في سبيتلا فما في تالا فما عديد الطرقات كانت متعطلة كما لحده معناتها كلهم رجعوا يخدموا معاد حد شي ما متعصر رجعوا يخدموا بالنسبة للسبيتلا متقدم 90% وان شاء الله زادها في القريب معناتها في سنة خلال سنة 2020 معناتها يتم الانهاء بتاعه المقاول متعهد واحنا نتقبعوا فيه ثم متابعة يومية على المستوى المركزي والمستوى الجهوي وقاعد يقدم معناتها بصفة باهية وان شاء الله معناتها كيف كيف نفس الشيء بالنسبة للتالا كان معطل وواقف المستشفى ثم رجعوا يخدم الحق احنا رونا نسقط معناتها بالنسبة المقاولات الكل اللي هما نعرفوا يمروا بصعوبات مالية كبيرة وقاعدين احنا معناتها منشيرة معناتها نعاونوا فيهم ولكن طالبين معناتها احترام الأجال والجودة في إنجاز الأشغال تالا كيف كيف رجعها وان شاء الله من هنا الاخر سنة 2024 يكوننا جاهز بس كلي الطريقة الحزمية بتالا كيف تم إعادة تعلن طلب العروض كانت أشكال في المتفجرات هو اللي قاعدين يشوف فيه على المستوى الجهوي ولكن الأشغال رجعت الحمد لله الأشغال رجعت كانت بتعثرة ونحاولوا المشكلة بشي تحول في أقرب الأجالة خطر عنده الحفر صخري بشي تطلب استعمال المتفجرات وذي يخذيه شوية وقت ونحاولوا بشي في أقرب وقت المستوى الجهوي ونوفروا الترخيص هذيه بشي كيف الأشغال ستكون إن شاء الله من هنا لآخر السنة ستكون حاضرة ولكن نحن نحبوهم بشي أقرب من الأجال هنا عندي أمري كاملاً سنة همم 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 هم همم همم هم 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 بسمي وليد العبدالي من سبيتلا قدمت في الدار عنا ثلاثة عشرة سنين فاشة سناعة لك كلمونا الفوريادة التي فاتت وقالونا مقودة بالدراسية حاضرة جينا الدفوعات حسب ما قلونا دقونا خالونا سبعة و سبعين دينار في الشهر الموات خمسة و عشي سنة أه أنا نغتل في شركة معمل خاصة والحمد لله يا ربي استنى ونال تعبنا من التراء على الواحد خاطر من شركة خاصة ما كعالفين خلاصة من شو داي شوين أنا على الأقل واحد يفتاح من الكرة ويقف باش يصرف اشتركوا في القناة